تحديات الحرب في غزة تلقي بظلالها على القدرات الدفاعية للجيش الإسرائيلي في ظل تصاهد الضغوط الغسكرية على أكثر من جبهة وحاجته الملحة لزيادة عدد الجنود الحكومة الأمنية المصغرة وافقت على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود حتى 36 شهراً لمدة ثماني سنوات مقبلة كما ينوي الجيش الإسرائيلي رفع سن الأغفاء من الاحتياط لخمس سنوات أخرى أيضاً سيزيد مدة خدمة الاستدهاء سنوياً لجنود الاحتياط بشكل كبير لسد النقص الذي يهاني منه منذ بداية حرب غزة كل هذا يحدث وسط جدن كبير يغزو شواره تل أبيب ويتعلق بتجنيد الحريدم وهو ما أثار حفيظة الإسرائيليين من قرارات حكومة نيتنياهو وأشعل غضب المهارضة الإسرائيلية التي اعتبرت أن قانون التجنيد الجديد خيانة للجنود ودليل أن تحالف الحاكم بقيادة نيتنياهو لم يتغض بعد من تجربة السابع من أكتوبر بدوره قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيكدور ليبرمان إن طرح قانون التجنيد في هذا التوقيت بالذات يعتبر رسالة لتقسيم الشعب في إسرائيل ويضر بالجنود وبالأمن القومية وتشير بيانات إلى أن التعبئة الحالية في صفوف الجيش الإسرائيلي هي الأكبر في تاريخ إسرائيل اتتم تجنيد 287 ألف جندي من جنود الاحتياط فيما يرى محللون أن ما يفقم الوضع أكثر بالنسبة للجنود الإسرائيليين المتعبين من قرارات الحكومة تلك الوعود بتخفيض مدة الخدمة الإلزامية منذ عام 2015 والتي يبدو أنها لن تتحقق الآن